للمجموعات نشوف الآياتكم ليها وهنشوف هل فيه مجموعات سهلة وفيه مجموعات نارية هل فيه فرق ضمنة التأهل عرغم منه كاس العالم جروب ايه قطر طبعا البلد اللي بيستضي في البطولة معه الاكوادور سنغال من افريقيا وهولندا اتنين عايز منك اتنين انا مش عايز اقول توقعات لان انا بقول التوقعات الاتنين الاتنين بيسعادوا بس انا اعتقد انه الاقرب للتأهل هولندا اولا التاني هيبقى ما بين السنغال لقوة السنغال وما بين قطر عشان الاجواء والارض تفتكر الجمهور بما انه اول مرة في دولة العربية يفرق مع العربية المشاركة يفرق جدا طبعا وبعدين في الاول وفي الاخرى هنا بنتكلم ان كل الثورة القطرية اللي حصلت في الاخرى على منتخب بتاعهم والتطوير الكبير هو عشان نتيجة واحدة وهي البطولة دي فده الفرصة بقى بالنسبة له منه يطلعوا كل اللي كسبوه في السنوات الاخيرة فاعتقد هولندا وقطر فاني هروح مع الان Elijah فاني هروح مع الان siegela وسادي willingness كان موجودة حتى لسه متأكدش 100 في ف み Association انه هو س ترشح السنغال مع هولندا مجموعة بي عندنا دي مجموعة سياسية هم هرونا الكورة ملهاش علاقها بالسياسة أول ما حصلت حرب بروسيا وأوكرانيا كله بقى سياسة توقف الانفاجة إيه المجموعتي صحيح؟ انجلترا، إيران، أمريكا، ويلز وإنجلترا، ويلز مع انجلترا، وأمريكا مع إيران مع إيران أرشح فيهم مين؟ انجلترا، أمريكا انجلترا، واحد سفر، واحد سفر، واحد سفر، ضربت جزاء، وكورنر، وضربت جزاء كعارة اليوم لكن انجلترا تغيرت كثير بقى انجلترا تتوارد في السنين الأخيرة بس، هو التطور الوحيد رداً بس يعني المسابقة بتاعتهم خد بالك البريمير الليج دي زمان كانت حاجة ما تتفرجش عليه يعني ما كانش فيها لكورة ولا محاولة لا، بس في ظل قوة الدوري الإنجليزي كان بيظلت المنتخب الإنجليزي ما بيقدمش يعني في ظل بردوباكا مورود ودامس هيحصل بين يوم وليلا برضو النهاردة عندك جيل يعني ما قولك مثلاً جود بيلينجهام شكراً إن انت بدأت بيلينجهام الاختلاف الوحيد من وجهة نظري دلوقتي إنجلترا مختلف عن إنجلترا 2006 ليه؟ إنجلترا 2006 كان لعب كلاسيكي معتمد على الأسماء أكتر من معتمد على التوظيف بتاعهم في الملعب فبتلاعب بلومبردو وبتلاعب جيررد جنب بعد في الملعب والإنجلترا 2006 دلوقتي لأ دلوقتي أنت عندك خط الوسط فيه تعدد في الوظائف عندك واحد زي جود بيلينجهام يعرف يلعب في كل مراكز خط النص عنده الحلول الفردية مميزة عنده زيادة الهجمية مميزة بيعرف يدفع كويس وبيعرف يزيد كويس فالتنوع اللي عند منتخب إنجلترا دلوقتي في وجود على رغم كل الانتقاط اللي بتطوله ساوث جيت اللي قادر أنه هو يتعامل مع الشباب الصغيرين ويطعم المنتخب بيهم ويعمل لهم روتيشن كويس وتوظيف كويس في الملعب شفناه سامي فاينل كاس عالم فاينل يورو المميز لمنتخب إنجلترا أنا مش معه ساوث جيت خالص بصراحة شف إنه هو جيت ضعف إنجلترا تخرج بدري بش ممكن تخرج بدري هو الدربة الوحيدة هو ريس جيمز أعتقد اللي هو برضو من لأ ووكر مش هاله ممكن يلحب بين شالول مش هاله مش هاله عبر مجموعة إنجلترا عايز أتكلم عن منتخب الأمريكي منتخب الأمريكي هو بيعد منتخب للبطولة القادمة على الأرض المنتخب هو أصغر منتخب في معدل العمار في تاريخ كاس العالم منتخب أكبر واحد فيه يمكن كان بوليزيتش لعب لعب تشيلسي أعتقد وهو منتخب شاب وواعد وهتبقى تجربة كويسة إن إحنا نتفرج عن منتخب الأمريكي وهو المرشح اللي يتقاول مع إنجلترا في المجموعة إنجلترا وأمريكا من وجهة نظاركم إنجلترا أمريكا إيران ويلز يا ويلز طبعا بعيد أوي تمام نروح لجروب سي وجروب سي هنا معنا أرجنتينا طبعا واحدة من المرشحين لللقب معهم المملكة العربية السعودية ومعنا المكسيك ومعنا بولندا هذا سيكون قاعد يعني أنا أشوف الأرجنتين وما بين المكسيك والسعودية بس السعودية الجمهور والأجواء بتاعت البطولة تخلينا أقول لا كافة السعودية وعلى فكرة السعودية عندناها منتخب كويس عندها منتخب كويس جدا طبعا أنت هترشح السعودية ولا بولندا لا أنا أرشح السعودية أنا أرشح بولندا مع الأرجنتين بولندا هتمنى من كل قلبي السعودية بس أنت شايف أنه أرشح بولندا أقرب يعني موضوعيا بولندا أقرب نروح لجروب دي فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس نفس الوضع بالزبط بس دنمارك أول مش فرنسا إيه دا لا وفرنسا هتعاني في دور المجموعات دايما المنتخب اللي بحقق كاسل العالم بعديه يمكن البرازيل في 2002 اللي ما خرجتش من دور المجموعات لكن بيخرجوا من دور المجموعات بعد ما ياخدوا كاسل العام الأداء المنتخب الفرنسي في الفترة الأخيرة وحتى كان واقع مع الدنمارك في مجموعة دور الأمم الأوروبية الأخيرة كرواتيا كات في مركز يعني أصد أقول إيه؟ أنت بتتكلم على غياب بول بوكبا تتكلم على غياب نجولو كانتي أنا أقول لك فيه تشواميني فيه كامافينجا أفكار التكتكية كان لازم تتغير دي 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 شان كان لازم يمشي هي الأفكار خلاص هي هي بنفس الجيل أنت محتاج الجيل ده ياخد أفكار جديدة هو خلاص تشبع بأفكار دي 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 شان كان لازم أفكار جديدة تجيله لكن هو ممكن يتأهلوا للمجموع معهم سواء منتخب التونسي أو منتخب الأسترالي فهي منتخبات يعني مقارنة من بالدنمارك وفرنسا بس أنت قلت غريب قوي أنك قلت الدنمارك والدنمارك جاي من بعيد دنمارك هو ميز جدا نص الهائي يورو وكانوا في المجموعة قلتك مع بعض نص الهائي يورو كده يعني زي مليونين خدت اليورو لا لا بس كان أداء جيد وحتى استمروا في الأداء ده زي ما بقولك في التصفيات وفي دور الأمم الأوروبية تفوقوا على فرنسا في المجموعة يمكن تصدرتها الكرواتيا وبعد كده الدنمارك وبعد كده فرنسا في المركز التالي فأنا مرشح الدنمارك الدنمارك وفرنسا أتمنى طبعا تونس صعبة على حساب أي حد فيهم مش فرق معايا بس الواقعية بتقول الدنمارك وفرنسا مجموعة صعبة على التوانسا يعني كل التوفيق المعلول ورفاقه في البطول نروح للمجموعة الخامسة جروب إي عندنا برضو موجهة تبقى صعبة جدا وأعتقد محسومة معنا إسبانيا معنا كوستاريكا معنا ألمانيا معنا اليابان أعتقد أسبانيا ألمانيا ولكن لا تأمن مقر كوستاريكا لأن كوستاريكا في البطولات التي تتلعب بره أوروبا ولنا في البرازيل عبرة كانوا عاملين بطولة عظيمة عملت مفاجآت بصراحة مرموعة كان فيها إيطاليا وإنجلترا بالضبط كده فلا يعني الواقعية برضو أسبانيا ألمانيا أحترم أعتقد أسبانيا أنا شايف ألمانيا مش فأفضل حالتها السلوية ولا أسبانيا بس أسبانيا أفضل من ألمانيا السلوية تأمن هنزفلك جدا 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 وبيحضر للبطولة بقاله فترة طويلة أخد بالك ألمانيا بتفتقد واحد من أهم أسلحتها في البطولة دي اللي تعودنا دايما يعني تعرف كنت كنت أقول لك ألمانيا طول عمرها ولدها أرجع كده بالتاريخ هتلاقي دايما في نجم تقيل بيقود الفريق الشخصية الليدر مايكل بالاك كلينزمن رودي فولر كلوزي لوتر ماتيس عندهم ليدر وليدر سخيف كمان مش ليدر عادي مولر 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 ما بحسوش قوي بصراحة ده كاركتر ما حصلش أنا بكرهه من كل قلبي ولكن هو كاركتر ما حصلش مش بكرهه هو من نوع اللعيبة اللي تستفزك طول الوقت في الملعب يعني اللعيبة دي قد ما بحترم مجهودهم في الملعب وبحترم اسمهم ولكن بيعصبوني جدا في حاجة زريفة وعندهم نوير وعندهم لأ عندهم كذا كذا ليدر ين في حاجة زريفة قريتها النهاردة على منتخب الألماني عملوا تصويت تيمو فيرنر بالمناسبة مش موجود عملوا تصويت للشعب الألماني الديمانشافت اللي هو الاسم اللي سميه بعد ما خده كاس العالم وتباهه جدا باسم الماكينات وانه هو بعد اسم رسمي بيتباع بيه العلامة التجارية لمنتخب الألماني بعد النتاج الأخيرة لمنتخب الألماني والتراجع الكبير في المستوى تخيل تحاد الألماني عمل استفتاءات على ديمانشافت وانه هل نستحق نحن نلقب الماكينات وانه شعب الألماني قال لا ما نستحقش وسحبوا ده رسمي النهاردة الاتحاد الألماني نزل بيان رسمي وسحبوا لقب ديمانشافت الماكينات مننا لحد ما احنا نرجع نستحق اللقب ده تاني شوف الحماسي تخيل هم بيقولوا اللعب ان انتوا الجيل ده الوقت محتاجين تثبتوا نفسكم ومحتاجين ترجعوا الأداء سيبك من نتاج الأداء تاني تقيم تخب الألماني دايما بتبتدي على المستوى الفردي ومستوى الجماعية انك تكون صريح مع نفسك مهم جدا تبقى صريح مع نفسك تبقى عارف مشكلتك فين وتبقى عشان تصحح ده ازاي يعني احنا بقلنا من تسعين بصراحة مش عارفيني بقى فيه لحظة صراحة مع النفس طيب نروح للمجموعة اللي بعدها يابا قبل ما نروح للمجموعة بس ردا على الاخر كلمة بس انا شايف الجهود الاخيرة سواء الاتحاد الكورة او الربطة الاندية او كل المرتبطين باللعبة فيها صراحة مع النفس بدأت بدأنا هون نقول احنا فين مشاكلنا وبنحلها ازاي بدأنا نشوف كلاتنبرج بدأنا نشوف بدأنا نشوف ناس بتحاول تعمل حاجة يالت اتمنى اتمنى احنا وصلنا لحد فين بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا بلجيكا وكندا وكرواتيا وكندا كويسة كندا كويسة كندا برا باستثناء الفونسو ديفيز ما عرفش حد فيها بس هي متصدرة مجموعتها في الامريكا الشمالية هي اول مرة بايت تطلع كاسة عام من شعيف من وادا جايد جدا ومعها جيل كويسة ومعها جيل كويسة بس يعني كمنتخب امريكي معروف ان هو بيتصدر ما بوصلش دايما لكن كندا قدرت تزيح منتخب امريكا كرواتيا بقى الجيل اللي قاله ان الجيل انتهى ب2018 والصعود للنهائي جيل كرواتيا الحالي هو متصدر لمجموعته في دول الامم على الدينمارك وفرنسا زي ما قلنا وموجود في المباراة النهائية هو جيل اعتقد ان هو نتمنى المغرب عندها كتيبة محترمة يعني المغرب من المنتخبات اللي انا راهنا عليها بيستثناء كاس العالم اللي اتأهلوا فيه وعملوا النتائج ايجابية اعتقد كان 82 او 86 يعني المغرب بعد كده صادفها سوق حظ البطولة الاخيرة البطولة بتاعة البصير دي كان 98 كانوا في المغرب مع نرويج وبرازيل كان دي كويس جدا ممكن البطولة اللي فاتت صفح عزي وبصير صلاح الدين الجيل المغربي كان جيل جيد جدا لكن وقع مع البرتغال وقع مع اسبانيا وقع مع ايران في مجموعة قوية جدا وخرج بعد نتائج ايجابية واداء جيد لكن المجموعة صعبة يعني ايو انا عمل ادور لكم على فيه واحد تاني اسمه بيوكانن بيوكانن ده لعب خط وسطف منتخب كان اتفرجوا عليه ده بيلعب في كلاب بروج لاعب عنده 23 سنة مميز لا ممكن الاسبوع الجاي نعمل عشان نلحق نكمل اخر المجموعة ابرز الناس برازيل سربيا سويسرا والكاميرون برازيل والكاميرون الكاميرون لا سربيا لا الكاميرون ده انا حالت سربيا في نص النهائي الورع لسه هاخد البطولة لا سربيا سربيا حتى منفاجة البطولة دي مع البرازيل مع البرازيل مش على عودة خاروق عصام سربيا هي حسن اسوين تسعة ناط للبرازيل وستة لسربيا تمام انا شايف برازيل كاميرا تمام جروب ايتش او مجموعة التامنة عندها بورتغال غانا اروجوي وكوريا الجنوية ايه مش محتاجة خالف ده بورتغال اروجوي لو فيه افضل طوالت بورتغال تحب او افضل طوالت وتاخد البطولة بعد كده لكن ما فيش افضل طوالت فهي البرتغال الاوروبية على كل احوال ده كده يعني من على وش الافز عايزين ناخد بقى هنمشي معاكم في الفترة اللي جاية مجموعة مجموعة ونشوف اهم النجوم اللي بتشارك كل بطولة بيتولد معها نجمها وفيه على فكرة النجوم بتيجي من بره للصندوق يعني فيه بطولات نجمها بيتولد فيها فهنفرد معاكم ووراقنا ونتكلم معاكم في كل المجموعات ونقول لكم تستنوا ايه وكاسي العالم خلاص بيقرب نتمنى انكم تستمتعوا بيه واجبة بنستناه كل اربع سنين مرة